أول خبر معينا بقى النهاردة عن ذكرى ميلاد كاتب بدرجة أديب وهو واحد من أهم رموز الصحافة المصرية والعربية قدر أنه هو يجمع ما بين الفن الخصصي والعمود الصحفي وكانت كل كتاباته بتتميز بالسخرية الراقية طبعا حضراتكم عرفتنا احنا بنتكلم عن مين النهاردة هو الكاتب الصحفي الراحل أحمد بهجات أحمد بهجات اتربى يعني كتير من جيلنا على قراءة عموده الشهير صندوق الدنيا واللي كان بيكتبه في جريدة الأهرام زي النهاردة من 89 سنة تقريبا كان ميلاد الأديب والكاتب أحمد بهجات واللي بدأ مسيرته الصحفية من جريدة أخبار اليوم سنة 1955 واللي استمرت لحد ما تولى منصب النائب رئيس تحرير الشؤون الفنية بجريدة الأهرام لغاية ما توفى وهو عمره 79 سنة بعد ما قدم كنز كبير جدا من الأعمال الأدبية واللي وصلت لـ 21 مؤلفة أغلبها كان ليها طابع ديني الله يرحمه الكاتب الكبير والأديب الكبير أحمد بهجات ويمكن من أعماله اللي ناس كتيرة قوي ما تعرفهاش يا جاسي إنه صاحب إعداد برنامج كلمتين وبس طبعا أكيد اللي كان بيقدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس يعني اتنين عامة لقى في الحقيقة ربنا يرحمهم هما الاتنين والكتب اللي أغلبها الأديب الراحل أحمد بهجات حقيقة تعتبر صروة كبيرة جدا منها قصص الأنبياء منها مذكرات صائم وثانية واحدة من الحب وكمان قصص الحيوان في القرآن وحوت يونس والملك طالوت والنهر وغيرهم كتير جدا من الكتب القيمة جدا جدا يعني حقيقة حاجة مش ممكن أن احنا نتنسيها ربنا يرحم الأديب الكبير الكاتب أحمد بهجات أديب وصحفي امتلك لسانا ساخرا وقلبا عاشقا إنه الكاتب الكبير أحمد بهجات في الخامس عشر من نوفمبر من عام 1932 ولد بالقاهرة حصل على لسانس الحقوق والتاجه للعمل الصحفي بجريدة أخبار اليوم عام 1955 ثم مجلة صباح الخير ثم جريدة الأهرام والتي ترقى بها حتى أصبح نائبا لرئيس تحريرها ورئيسا لتحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون كلمته القصيرة أوصلت المعلومة بشكل فريد فكان عموده اليومي صندوق الدنيا أكبر اهتمامات القرى ومنذ العام 1968 بدأ كتابة البرنامج الإذاعي كلمة نوباس والذي قدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس بنقد لاذع وساخر ليصبح أهم علامات الإذاعة المصرية كلمتين وبس للسينما كتب بهجة عدة أفلام أشهرها إمرأة من القاهرة والبؤساء وكتب السيناريو والحوار لفيلم أيام سادات بينما في التلفزيون له عدة أعمال منها مسلسل ألف ليلة وليلة ومذكرات زوجه لسه بقاوم سيس الغربة شفت أن أنا شخص بيتوتي جدا مستقر وعلشان كده الزمن عدى وأنا مخدتش بالي وقدم للأطفال قصص الحيوان في القرآن وقصص الإنسان في القرآن هذا فضلا عن أكثر من 20 مؤلفا أدبيا منها أنبياء الله بحار الحب عند الصوفية مذكرات صائم مذكرات زوج والطريق لضع ظل أحمد باجة يكتب ويبدأ حتى وافته المنية في الحادي عشر من ديسمبر من عام 2011 واحد عشر